اشتركوا في القناة اعلن الجيش الوطني استشهد واصابة اربعة من جنوده بنيران الحوثيين في مختلف الجبهات رغم سريان الهدنة الاممية بين الطرفين وذكر المركز الاعلامي للقوة المسلحة في بيان ان اربعة جنود استشهدوا واصيب اربعة اخرون في عملية اطلاق نار المباشر على مواقع الجيش يوم الاثنين الماضي ضمن خروقات ميليشيا الحوثي الارهابية جبهات الحديدة وتعز وحجة ومأرب والجو توفي احد المختطفين من ابناء محافظة عمران وذلك بعد ايام من اطلاق صراحه من سجون ميليشيا الحوثي حيث تعرض للتعذيب لمدة ثلاث سنوات وقالت مصادر محلية ان المختطف حسين قاسم زايد من ابناء منطقة العجيلات بمديرية صوير توفي بعد ايام من اطلاق صراحه من سجون الميليشيا الحوثية وكانت ميليشيا الحوثي قد اصدرت بحق المختطف حكما بالاعدام قبل ان تتراجع بعد تدهور حالته الصحية جراء التعذيب اصدر محافظ تعز نبيل شمسان توجيها الى مدير عام فرع مصلحة الجوازات والهجرة بالمحافظة منصور العبدالي بالعودة لممارسة عمله ولسمراري باصدار الجوازات وعدم التوقف لم توجيهة من المحافظ رئيس اللجنة الامنية اتهذا بعد ان كان مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور عبدالرب الأكحلي قد اصدر وفي وقت سابق قرارا باغلاق مصلحة الجوازات لدواع امنية تخطط سلطاته في محافظة ابيان لقامة مشروع طبي يتمثل في بناء مركز غسيل الكلا وبنك للدم بمواصفات عالية بتمويل من المؤسسة الانسانية لمرضى الفشل الكلوي وناقش محافظة المحافظة بو بكر حسين مع مدير عام الهيئة العامة للإستثمار بمحافظة ابيان وقيادة فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تجهيز الموقع لإقامة المشروع وتقديم كل تسهيلة لذلك نهاية المجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر